نلقي نظرة وإياكم على الأداء للقطاع المصرفي القطري لعام 2015 وما يتمتع به من النسبة بين القروض والوداع نهيكم عن النمو الحاصل في الموجودات لهذه البنوك ونعلم جيدا بأنه قد قامت وكالات التصنيف الاتماني مؤخرا بإعادة نظرتها حيال بعض من النشاط المصرفي في المنطقة الخليجية مع استمرار أسعار النفط بالتراجع لكن تبقى لدينا الملاءة المالية والاقتصاد القطري بحسب وكالات التصنيف في وضع سيادي جيد يمتعها أيضا بالاستفادة من هذا التصنيف أصول المصارف القطرية سجلت لدينا نمو واضح في 2015 لتصل إلى حدود تريليون و120 مليار ريال قطري هذا النمو الحادث في الأصول يعود إلى نمو الوداع وكذلك إلى الملاءات المالية التي تتمتع بها المصارف القطرية التي رفعت لدينا من كفاءة رأس المال لديها وكذلك تحسن جودة هذه الأصول القروض في البداية وسجلت لدينا ارتفاع لتصل إلى 752 مليار و600 مليون ريال في عام 2015 يظهر لدينا النمو في القروض ماذا عن الوداع؟ أيضا الوداع سجلت لدينا ارتفاع ونمو لتصل إلى 650 مليار كنمو لديها طبعا و200 مليون ريال قطري وأذكر طبعا نسبة القروض إلى الوداع ترتفع لدينا القروض مقابل الوداع ولكن بفارق يعد نسبي نعود ولكن إلى نسبة الإقراض بالقطاع المصرفي القطري أيضا سجلت لدينا ارتفاع بـ 100 أو 16% هذا يعني أنه ما كنا نسمع عنه من تحفظ في إعطاء القروض كان بعيد نوعا ما عن المصارف القطرية التي رفعت لديها نسبة الإقراض هذا يعني أنه التمويل من قبل هذه البنوك ارتفع حيال الشركات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي تلجأ إلى هذه القروض وتوزعت لدينا القروض والتسهيلات الائتمانية حصة القطاع العام بلغة 32% القطاع الخاص 57% وهو المستأثر الأكبر على هذه القروض والنسبة المتبقية هي كانت لقطاعات أخرى ماذا عن طبعا نتحدث أكثر عن التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في قطر الذي قد حصل على نسبة 57% 29% منها كانت للشركات التي تعمل في القطاع الاستهلاك الصناعة 4% فقط العقود بمختلف أشكال 9% العقار 28% وتوزعت النسبة الأخرى بحدوث 30% على ما تبقى إذن يستأثر الاستهلاك والعقار الذي ما تزال فرص النمو فيه متطور لدينا خاصة مع المشاريع التي نلحظها ليست حكومية ولكن للقطاع الخاص أما الودائع في قطر فكانت كالتالي الحكومة بلغت نسبة ودائعها 10% من مجمل الودائع مؤسسات الحكومية سواء كانت صناديق اجتماعية وغيرها 21% شبه الحكومية 6% الشخصية 26% أما المؤسسات الأخرى 37% نمكن نظرة على طبيعة أسهم طبعا البنوك في دولة قطر وخاصة المدرجة أسهمها في السوق المالي مع التذكير بأن مكررات الربحية أو الـ P-A ratio هي أيضا مرجع لمن يرغب في الاستثمار عليه Q&B 9.6 مرة التجاري 8.1 مرة الأهلي 11.7 مرات الدوحة 8.4 والريان 13.5 تقريبا الريان هو الذي يقف لغاية 15 يعتبر هو المتوسط المعهود العوائد لتوزيعات البنوك القطرية في 2015 أي حتى استحقاق 2015 سجل لدينا البداية Q&B 4.1% لدينا التجاري 6.8% الأهلي 4.6% الدوحة 7.5% ذهبت إلى الريان هذا فيما يتعلق بجموع المصارف أو البنوك القطرية في أدائها المالي لعام 2015